مثلاً ما هو معدل حد شي خاسر إلى رقص هو والقص الأنبال ودق ركبته أول حد يعدل سيسيلة يعود فيها لغطات الخارج حقيقيين ما هو مونتاش هو أنا هل الأمان للتالي في اللجاء القادمة؟ أعتقد زمني لا يحسدني حد مشاهدين الكرام ومشاهدي باللوار ميديا أهلاً وسهلاً بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج التجربة في حلقتنا الليلة لين استضافوا لكم المخرج والممثل حمادة سيداتي إياك نتعرفوا على تجربته مجال التمثيل والإخراج من هو حمادة سيداتي وإلى ماذا يسعى؟ أول شيء راني مسلم عليكم حيينكم رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير تحية خاصة مني لبلوار ميديا ولكل متابعيها حمادة سيداتي هو ممثل ومخرج هدفي هو إسعادكم هدفي هو رسم البسمة لوجوهكم لأني من خلال التمثيل اللي نعدل إن شاء الله لهين صلط الضوء لعدة قضايا مهمة في المجتمع لأني مؤمن بأن المشكلة من العقليات وبالتالي لنحاول نحسن العقليات إن شاء الله إلى الأحسن كممثل ومخرج من ترشونه أسوأ شيء قطواجهك في ذا المجال؟ أسوأ شيء قطواجهني 2021 في تقتل جماهيري إن شاء الله لين عدل سيد سيدة ثانية جزء الثاني من العم حمادة وعقبت وزارة ثقافة ماضلتني للأسفلين وعاد جاني رمضان ولا تلع عندي الوقت وبالتالي ما تمونقت وجماهير يسولوا عن السلسيلة وعقبت قتر موتوا أخبارها كاملة وبالتالي هذه هي المسألة اللي ما لننسوا ولا تمونقت أني خلقت لي فسوأ شيء قطواجهني هذه المسألة من درشين هي المسألة اللي قيل أنت أنها كفيلة بإصلاح مجال التمثيل في حالتها توفرت؟ نطالب الحكومة لأنها توفر معاهد ومعاهد لفنون الجميلة ويعودهم مدارس للتكوين يعني مشتاقلين في هذا المجال البهن التمذيلي لأنهم ما شاء الله هم واحدين مبدعين يقدوا أدوا الساترة يخصهم الله الدعم وأنا قايل أن الحمد لله أعاد عندنا إطار جامع وهي نقابة مهن التمذيلي في موريتانيا اللي نقيبها باب أمين المسرحي باب أمين راني محيي وأنا أعضوا مكتب تنفيذي فيها والحمد لله يقعد عندنا ترخيص وعاد عندنا مقر في المتحف يخصنا لا الدعم وين يخلق الدعم إن شاء الله وحمد لله يمولي فهم واحدين معروفين للساحة لأنهم فاتوا وقدموا شيء وبالتالي نتدعمهم الحكومة يتقدم إن شاء الله هذا المجال يعودوا يمولي فهم عروض مصرحية في معاهد تعلم طريقة الفن التمذيلي إلى آخرين من درية كان وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوره في نجاح المسلسل؟ أكيد وسائل التواصل من شاء الله عندهم دور كبير لأن الناس كاملة عادوا حل فيه لا وسائل التواصل الاجتماعي في سوشيل ميديا سواء فيسبوك، تيك توك، سناب شات، انستغرام إلى آخره وبالتالي الزمن المولي يتغير ما تلك كيف كان وتقدم والعالم يتطور يتقدم كل دقيقة وعاد كلها عنده تلفون وكلها عنده تلفزة حكمنا في فيدو تلفزة قامت لحد يخلص يكون لعده رمضان الناس كاملة كلها عنده تلفون فعاد وسائل التواصل الاجتماعي عندها دور كبير في تقدم هذا المجال الرقص على التيك توك هل يتماشى برأيك مع المثل الذي يحمل رسالة النبيلة؟ وشي تنظري يتماشى معها بعد به لرقص ما فيش لحد ين يعود مثلا ما هو معدل حد شي خاسر إلى رقص هو والرقص الأمبال ودق رقبته وقام يرقص له الزوان واسمع الموسيقى بانواعها هذا ما فيش بالحقيقة بالنسبة لي ما بيش أنا من نفسي عندي تيك توك ونرقص عليه مرة نقلد إلى آخره نلهي جمهوري فبعض الناس ما يبقوا قال الموسيقى ولا يقدوا للرقص ولا حد قال يرقص ما هو شي عندهم هذا نحترم هو وجهة نظرهم بهذا الناس تختلف وهم واحدين اللي زين عندهم هذا كامل معنى الناس تختلف بهذا خلقهم ولنا لكن كلها عنده شي خاص به كل إنسان هو إنسان ولكن يختلف بالتالي رقص أنا ما عندي مشكلة معه من هو قدوة حمادة في مجال المسرح؟ قدوتي في مجال المسرح هو المخرج المسرحي بابامين نقيب نقابة المهنة التمثيلية في موريتانيا أراني محيي حتى بابامين أتمنى له التوفيق والنجاح لأنه في الحقيقة محترم خلوق طيب شخص أخلاقي وأنا تعاملت معاه وتعرفت له أكثر عن قرب وهو قدوتي وخدم موليد المجال أسبقنا كاملين وأنا أحييه تحية خاصة مني له أهم إنجاز أسعى لتحقيقه أهم إنجاز أسعى لتحقيقه هو لني نمثل في هوليوود والله في هوليوود ودور شاء الله يتحقق ذاك يهل فيسبوك معرفوا أني أنا لعم حمادة إن شاء الله إن شاء الله لني أعود number one دور تشوفون إن شاء الله في المستقبل في هوليوود والله بوليوود زي من يعلمها الله التصفيق صاف بولي حق الله من درجة تعلمت من الأعمال الفنية اللي تقدمت حتى الآن؟ هذه الأعمال الفنية ما شاء الله أستفت منها من خلال أنني أتي الحمد لله من ذات موهبت في التمذيل في الإخراج وحمد لله فأتي مبدع في التصوير والمونتاج وكاتب سيناريوم لأني أعمالي كاملة الحمد لله وأنا والذي لنصورهم ومخرجهم وكاتب سيناريو وإنتاجي ومونتيهم تصفيق تصفيق مفتاح على كل حالة تعلمت هذا المهال الكامل ومبدع فيها وتحسنت من أدائي بالتمزيل والله من جانب الفني هذا تعلمتم من خلال التمزيل بالنسبة لك من هو أفضل وزير تولى وزارة الثقافة والرياضة في موريتانيا بالنسبة لي اثنين واحد دكتور محمد والقابر لأنه هو لأول حد يدعم والله يرعي مسلسل وزارة الثقافة سابقه ما قط فبدأنا رعاة مسلسل لكن نينجي هو رعاة مسلسل جمل الدهر وفي نفس الوقت رعاة مسلسل أكاديمية بما لأني ما نعرفتوش غاست على كل حد وحتى لأنه عيط ليانا وقال لي أنه مؤمن في أفكاري وكان لا يدعمني قطعا وقال أن زينة عنده سيسلة عم حمادة وناقشت معه السيناريو أنه لأنه ينعده جزء الثاني وعقبل الأسف خلق تعديل حكومة يمشى عقب ذاك يجي وزير مختار والداهي الحقيقة وزير طيب ما عنده مشكلة بابه دائما مفتوح ما يحكم حدا أن يدخل شوره ومشاء الله منفتح للشباب وذا كامل وحتى المسلين يجبع دائما يقولوا هالي مولي هو ذاك عاد وزير الصحة وأنا محيي من الأذنين نحن ننتقد وقت الانتقادات ونشيد وقت الاشهادة وليتواسط حد عدر شي صالح لينقوله وحد مولي عدر شي خاسر لينقوله هالي من رأي يوم تختار تمثيل ولا تصوتي الحيط شورا لك في الحقيقة ترصى في الحيط صعيب بيلي حد قال يرصى في الحيط لا بدهم يعود عنده مبلغ معين يقدر يفتح فيه مثلا مشروعه كما يقوله دائما لا بدهم ذلك ملايين لكن ين يعود مثلا أنا نشتقل بمجال التمذيل يعني الفن التمذيلي ين يعود ما فهم دعم من قبل وزارة الثقافة ين يعود مدير تلفز إذا جيته مثلا عملك ما يقبله والله يقول لك بشي خرص رعاية ندوتي برعاية نجنبث لك نحن عملك حد ما يجب الرعاية من أنه ماتر خالق شنه تقييمك الأعمال الرمضانية اللي تنبثها حتى اليوم أعمال رمضانية في هذه السنة الفين وزلادة وعشرين بالحقيقة شفتوا كل عمل في نقص تشوفهم عمل زين من ناحية الفنية تصوير زين ممتاز لكن ينصر السيناريو أنا أنصح دائما أن الناس يتركز السيناريو بلي سيناريو هو الأهم ين يعود سيناريوها مونافع حتى لاجتك بهوليوود صورتك ين يعود عملك لا في نقص بلي سيناريوه الأساسي أنا ما أنقض ننتقد عمل معين ولا نقول اسمها إلى آخره بي لهم واحدين يقد يشكر لني حاسدهم دائما نجبر مخرج من قريب لن يعود شوية استشكال الله نعطيه نصيح نعطيها له من قريب غير ما نكتبه للسوشيال ميديا وبالتالي كل أعمال فيها نقص بالنسبة لي كامل حتى عمليان فيه نقص ودائما نشوف واحدين فهم طرفين تاقضوا لهم يقول أنا دائما نقبل لك لك الانتقادات ما أحمل لجد فهم انتقادات يقد يعودوا بذلان يقد حادي يتجاوب معهم لكن فهمش من انتقادات نقلق نقفافرهم لو كان ما نردى لهم ونحترمهم ولي رأيهم بعض رواد الفيسبوك انتقدوا بشكل لاذع سلسلة العيادة بايش لا يتردوا عليهم تقول شفت أي عمل نقعد فيه شي من انتقادات وذلك يعود يقوم يقيم ثورة yrقون يقير نقل نقول للناس الذي انتقادت هذه العيادة بما أنها سلسلة دلاثين حلقة وخوافوا لا حلقتين من العيادة بيلي لا حلقتين عيادة لا حلقتين جزء أول جزء الثاني هي سلسلة أجزاء أنا صلت الضوء لهم عيادات المنطرخيص معناها عيادات المنطرخيص أنا صلت الضوء عليهم هذه السلسلة معناها أي طبيب تكلم معناها عيادة قد قعد ما عنده ترقيصه وبالتالي طالب السلطات لنتحقق معاه بهاللي أنا ما اسمي الطبيب ولا قد كذا ولا كذا قد قلت قال إن هذه العيادات اللي ما عندنا برقيص يلتها الدولة بما على أن الدولة قام حاربتهم على كل حد شي بديهي قال أنا مثلت وموتهم وبالتالي الطباء فيهم الناس الصالحة فيهم الناس اللي ما عندهم مشكلة فيهم الناس لي ذوه ما خالق مجال ولا خالق مدة ما فيها الصالحون والطالحون وما دون ذلك قطل استعملت الوساطة من أجل الحصول على رعاية لأحد عمالك الفنية والله أعتقد هذا باط بني وبينك قولي سرك فيبير ما نختار الفيسبوك يعلم به همتوا تقدموا لي هذا المقطع والله تخليه عادي عادي أنا موري مبنية لصدق الصراحة تقدر لا تخلي هذا المقطع وتو بيلي صريح مع نفسي ومعه والله قطل بعد عملت والله مولي استخدمت وساطة لكن ما هو أكتفات به اللي ذلي توسط لكيفتي للأسف شخصيته ما يمتينه وبالتالي ذيك الوساطة للأسف ما صلحت وساطة بعد الآن عملية ساعة اللي كان لي خلق سلسلة عم حماد الجيدة الثاني قبل ما أخلق واستعملت وساطة وقبلت مولي ما نشحت للأسف وهذا هو اللي قد تخليق مش الحق زين والله أنتم تعرضوا ظاهرة بيع الأعمال الفنية بس عار قليلة مقارنة بالأعمال الأخرى وفي نفس الوقت بهم صوات التهمكم بالوقوع في هذه الظاهرة مدرى شنه ردك عليهم أنا وعارض لأن حد عملي يزرقوا بشي مومهم به اللي عمل فني صعيب تعدالوا وصعيب صعيب جدا بي لأنا عمل فني اللي عددت سلسلة يوميات حماد أدعبت حتى ومثلين معي يقول لي تعبوا وراني محييهم كامين كلهم باسمه ما نبقي ننسى حد ولو ننسى حد منهم وأنا عمل فني دائما نعدلوا قدموا التلفز الموليتانية إيلي ما تشريه والله مولي ما تقبضه خالي لله قنوات الحرى قنوات الحرى يشتغطوا لك لأنك توف تمشي تخلص وتوف رعاية والله في بليستي وهكذا وبالتالي أنا ببعض الاحيان ضرورة أحكام وتفرق لي عملي الحق رمضان مثلا لا بدهم ينبث وبالتالي لا بدهم تون أعطيه وتوف ببعض الاحيان قانا أعطيه وتوف نجبر في بليستي والله دنتين وتوف بهاش به هدفي لأني توف نعدل مسلسل يعود هاد فيه روح النقطة لأك تضحك الناس تستفاد خصصا في رمضان لأن هدفي هو يسعدكم هدفي هو رسم البسمة وجودكم برأيك هل بل وار ميديا دور في نجاح أعمالكم الفنية؟ تقصحي قليب بل وار ميديا راني عاجبين رائع بل وار ميديا لأنهم أرشفوا جميع الأعمال الثنية والدينية والسياسية التي avec ساري يوتيوب الناس لا能ستعرفهم ولكننا ورداني لا يعرفه في الحقيقة كان لها دور قوي وكان لها دور فعال فأرشفت جميع الأعمال الفنية والدينية والسياسية إلى آخرهم أراني محييهم حتى أعتقد زمنكم والله أعلم السؤال كنت تتوقعوا ولا طرحناه السؤال اللي كنت تتوقع لنكم اللي تتسولوني عن تجربتي في الإمارات تجربتي في الإمارات كانت رائعة 2015 في الإمارات كنت اشتغل فيهم سيكريتش اشتغلتهم الحمد لله ما عندي مشكلة خلاص يزين زلت 100 تقريبا وشتغل ضمان الصحي 75% تقريبا في الشريك والسكن فيهم ونقل فيهم إلى آخره لكن كنت كل سنة خرص الأعمال اللي تخلقون من 2016-2017 إلى آخره ابوتتوا اربع سنوات في الإمارات قلتاني الصعير لنشاء الله هنين رجعون لنعادل العمل الفني عودزين بل دائما ذو الأعمال الفنية التي نشوف عندهم نقص بالنسبة لفنية المواضية إلى آخره قبت قبطت كاميراتهم وقبطت تلفون صورت لاقطات انتهت 06-6 في الإمارات صورتوا كل لاقطات سلسية عم حمد في التلفون في الواحدين هم شاكين عنه لا مونتاج وما مونتاج ذو كل لاقطات حقيقية 100% صورهم اللي حان الناراني محيي حتى وني جيت هون عادتيك سلسيلة وكنت قايلة أنا عنها دور تنجح وعقبت الحمد لله نجحت لي أن أول حد يعدل سلسيلة يعود فيها لغطات الخارج حقيقيا ما هو مونتاج هو أنا. هل الأمانة للتاريخ والأجار القادمة؟ أعتقد زمني لا يحسدني حدا. المهمة لإني جيت هون وشريت كاميرات وعدلت مؤسسة ينتاجي إنقالة حمادة بروديكشون. عقبت جات كورونا وعقب مؤسسة للأمانة في الآباط الحقيقة وعقبت الحمد لله ينتج تمولي مقالب حمادة ويوم يات حمادة من المؤسسة اللي عندي. غير نصح الشباب إن حد قاسكت الخارج ويألتونين يجيب الفضاهون يستثمرها ما يخصرها. بللا خصرها لقبيعة الصبر.